موجة ثالثة لفيروس كورونا تعيشها البلاد هذه الموجة التي كانت أعنف من سابقاتها فالأعداد اليومية المسجلة للإصابات خلال هذه الأيام لم تنخفض عن سقف الألفي حالة يوميا آخر حصيلة أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بلغت 2604 حالات من بين 7729 عين سحبت للفحص بنسبة حالات موجبة بلغت 33.7% وحسب لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز فقد تصدر الترابلس المدن الأكثر تسجيلا للإصابات بتسجيلها 633 إصابة البلاد سجلت أيضا حالات شفاء ثلاثاء بلغت 415 حالة شفاء أما وفيات أمس فقد بلغت 3 وفيات جراء الوباء وبذلك يكون إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 212.013 عفية منهم 181.987 وارتقى إلى رحمة الله ثلاثة ألاف ومئتان وثمانية وأربعون ترجمة نانسي قنقر